ده نعمان طبعا أشهر أو كبير مشجعي النادي الإسماعيلي معروف لنا جدا كبير المشجعين ودايما ما كنا بنلتقي في الملعب نوع طبعا من طبعا كأنه نازل بيحاول يفك النحس الإسماعيلي على فكرة في الإسماعيلية الأمور مش ماشية بشكل جاية السبع مباراة على أرض وفاز مرتين بس على الدخلية وسموحها وتعادل أربع مرات وهزم في لقاء النادي الأهلي وقيم في برج العرب صحيح لكنه كان لقاء النادي الإسماعيلي وبالتالي الإسماعيلي بيسعى النهر ده لتحقيق مكسب وخصوصا وهو اللي عمل 8 انتصارات يعني فيه 24 نقطة من اللي جابها النادي الإسماعيلي وحصدها الدرويش كانت من خارج الإسماعيلية وبالتالي زي ما قلت صعوبة اللقاء ده أنه بيواجه نادي الرجاء والرجاء بيحاول يتعلق بالأمل وبعد تغيير الجهاز الفني حضراتكم عارفين أنه بيبقى الجهاز الفني في أول مباراة ليه بتبدو الأمور صعبة وهو بيبحث عن تصحيح الأوضاع وتصحيح الأمور مرة جديدة نتحاول مع حضراتكم لفاصل قصير سمعودة قبل انطلاق اللقاء أبقى مات ترجمة نانسي قنقر